اكدت بعض التقارير الصحفية ان نادي الوداذ الرياضي لكرة القدم يبحث عن امكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على سبيل الاعارة ولو لثلاثة اشهر بهدف مشاركته في مونديال الاندية وتأتي هذه الرغبة لحامل لقب دور ابطال افريقيا تمهيدا لمشاركته في كأس العالم للاندية المقبل رغم صعوبة المهمة او استحالتها وتداولت صفحات لاخبار من العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا انه فسخ عقده مع مونشيستر يونيتد واصبح لاعبا حرا حيث يبحث الفريق الاحمر عن رعاة لتمويل هذه الصفقة والتعاقد مع رونالدو لمدة ثلاثة اشهر فقط في حين ان مصادر اخرى تؤكد اقتراب نادي النصر من تعاقد مع اللاعب رونالدو بصفقة بلغت 220 مليون دولار واذا كانت اي اخبار او مستجدات في هذا الخبر سنوافيكم بها ان شاء الله في قادم الايام الشادة المدافع الوداذي ومدافع المنتخب المغربي يحيى عطية الله بصمود العناصر المغربية وروحهم القتالية من اجل حفاظ على فوز المنتخب المغربي ضد المنتخب البرتغالي في مباراة الدور ربع نهائي كأس العالم وربح الاجود مباراتهم ضد الفريق البرتغالي بهدف دون رد سجله لهداف يوسف النصيري ليتأهل ابناء وليد الرجريغي لأول مرة عبر تاريخ المنتخبات العربية والافريقية الى نصف نهائي كأس العالم وصرح نجم الوداذ الرياضي الذي شارك بصفة اساسية ضد السلساء وقائلا مبروك علينا جميعنا المغربة وعرب وافريق الحمد لله كلنا عائلة واحدة نريد ان نشكر الله على توقفيقها ولا زال لدينا العمل من اجل المزيد من الانتصارات ثم اضاف نحن نؤمن بقدراتنا نأخذ المباريات دقيقة بدقيقة سجلنا هدف في الشوطة الاول وعملنا بشكل جيد للحضاء فاض على الهدف وبالفعل نجحنا في ذلك بفضل العزيمة والاسرار والقتال وحين السئلة عن المنتخب المفضل بالنسبة لها بين انجلترا وفرنسا لمواجهته في نصف النهائي قال عطية الله نحن جاهزون لمواجهة اي منتخب منهم عبر الحارس الوداذي احمد ريدا التقنوتي عن فخره وسعادتها عقب التأهل التاريخي الى نصف نهائي بطولة كأس العالم وربح الاسود مباراتهم ضد البرتغال بهدف نظيف سجله الهدف يوسف النصيري ليتأهل ابناء وليد الجراجي لأول مرة عبر التاريخ منتخبات العربية والافريقية الى نصف نهائي المونديال وصرح حامي عارين نادي الوداذ الرياضي قائلا هذا شرف كبير لنا تمثيل الامة المغربية والعربية نحن سعداء للغاية بمنحهم تلك الفرحة والسعادة الكبيرة نشعر بالفخر لتمثيل الملايين من الشعب المغربي والعربي والافريقي تابع منذ اليوم الاول تعاهدنا على تحقيق نتيجة ايجابية تجعل الجماهير فخورة بهذا الجيل وقد وصلنا لكل هذا الكم بفضل التلاحم واللعب تحت الراية المغربية التي وحدتنا جميعا شكرا للجماهير على مساندتنا ونتمنى ان نستمر في تحقيق الاحلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة